تحية أخرى مشاهدين الأكارم ضيف كورة هذا المساء كاظم عدنان شقيق اللاعب الدولي علي عدنان مرحبا بي كاظم حياك الله حبيبي علاوي تحياتي إلك والكادر بالبرنامج الجراقي هذا مالك وشكرك على هاي الاستضافة الجميلة لأن انت جميل الله يحفظك أهلا وسهلا بيك نورتنا وبالبداية طمننا وطمن الجماهير عن الوضع علي والله حاليا الحمد لله وشكرا على اللاوي بدأت بمرحلة يعني العلاج ماته بالإمارات وحاليا يتدرب ويا آية مال برشلونة وبدأ بالعلاج بصورة صحيحة يبدأ شوية شوية تدريجيا يعني بعدها بكى بالبداية هسا حاليا يعني المدربة المشرفة عليه حاليا في الإمارات هي مدربة برشلونة اي مدربة مال برشلونة يعني هسا وبعدها حاليا ببرشلونة حسب معلومات انه علي جاي يتأهل على حسابه الشخصي اي طبعا صحيح طبعا هذا على حسابه الشخصي والعلاج والتأهيل مكلف طبعا مكلف يعني هو باليوم تقريب 200 دولار بس للمدربة تقريب يعني يعني يراد له وائع وهو تقريب إلى 5 شهر 6 شهر لازم يضل على النمط ماله ما التأهيل زين دوركم كعائلة بصراحة خاصة في هذه الفترة اللاعب يتعرض للإصابة ويكون وضعا نفسي متراجع جدا في هذه الفترة شلون عايشين شنو دوركم ويعني؟ والله على الله وإحنا دورنا يعني هو علي يعرف كل الزين إحنا دورنا كعائلة كوالد كوالدي إحنا معه فيه بس إنت تعرف كل لاعبي يمر بأزمة وهو إصابته شوية يعني ما متعود على إصابة فتحمل على إصابته هواية فإحنا ويات شنة وأكو بعض جماهير ويات وأكو كواية أمور يعني الحمد لله والشكر يعني أكو عالم منطة وأكو عالم حجة وأكو عالم يعني هي الإصابة علاو كلاعب يعني بقيمة علي عدنان إصابته شوية حتى هبطته أكو مرات هي صارت بلعبة كوريا فصار عدنان مثل الهبوط يعني الجماهير العالم الأقرب الأصدقاء ما أحد وقفوا يا